النصيحة الخاصة لبرج الحمل عن الحب اعرف متى تترك الأشياء بمعنى لا تتراجع شخصية الحمل الشرسة والناري أبدا عن التحدي ولكن عندما يكون الشخص الذي يواجهه هو شريكه يجب على شخصية الحمل محاولة اختيار معركة بسبب طبيعتها التنافسية يميل الحمل باستمرار إلى رفع أو إغلاق الأشخاص من حولهم من الصعب على الحمل التنازل لكن كونك شخصا جيدا يعني قبولك لا يمكنك دائما الحصول على كل ما تريد النصيحة الخاصة لبرج السور عن الحب جرب أشياء جديدة بمعنى بالنسبة لشخصية السور كعلامة أرضية سابدة فإن سيران البروج ليست تلك التي تهز الأشياء فلماذا يتم إصلاح ما لم يتم كسره ولكن السور الذي يتطلع إلى الحفاظ على شعور علقته بالانتعاش لا يجب أن يخاف من الانقطاع عن الروتين النصيحة الخاصة لبرج السرطان عن الحب هي ثقب شريكك بمعنى يميل السرطان إلى أن يكون حساسا وأفراد ضعفاء يسرعون في الشعور بالإهانة والكذمات بسهولة إن السرطان الذي يتأذى لا ينسى أبدا هذا الألم ولهذا السبب فإن كذب ثقة السرطان عادة ما يمثل تحديا ثقب نفسك وبنوايا شريكك عزيز السرطان حتى تفتح قلبك ويقوى حبكما النصيحة الخاصة لبرج السرطان عن الحب هي ثقب شريكك بمعنى يميل السرطان إلى أن يكون حساسا وأفراد ضعفاء يسرعون في الشعور بالإهانة والكذمات بسهولة إن السرطان الذي يتأذى لا ينسى أبدا هذا الألم ولهذا السبب فإن كذب ثقة السرطان عادة ما يمثل تحديا ثقب نفسك وبنوايا شريكك عزيز السرطان حتى تفتح قلبك ويقوى حبكما النصيحة الخاصة لبرج الأسد عن الحب خذ رأي شريكك بعين الاعتبار بمعنى اعتاد الأسود على أن يكونوا هم نجوم العرض ولكن عندما تكون شخصية الأسد في علاقة يجب أن يقبلوا أنهم لا يمكن أن يكونون مسؤولون دائما أسود الأبراج هم قادة طبيعيون وقيادة العبوة هي مسؤولية يتحملونها بسعادة حتى لو كان هدفهم على ما يرام مع السماح لهم بتولي زمام الأمور يجب على ليوس التأكد من أخذ آراء وأفكار شركائهم في الاعتبار دائما النصيحة الخاصة لبرج العزراء عن الحب تقبل شريكك كما هو بمعنى يلتزم شخصية العزراء الطموح بمعايير عالية أولئك الذين ولدوا تحت برج العزراء يحبون مساعدة الأشخاص الذين يهتمون بهم ولكن يجب أن يتذكروا أن هناك فرقا بين التشجيع والإصلاح في حين أنه لا يوجد شيء خطأ في أن تكون مشجعا يجب أن يتعلم شخصية العزراء قبول شريكهم كما هو وليس من يمكن أن يكونوا إذا وصلوا إلى إمكان يدهم الكاملة النصيحة الخاصة لبرج الميزان عن الحب تحدث بمعنى كمحبين للتوازن والوحدة ستقوم شخصية الميزان تقريبا بأي شيء لتجنب الصراع مع شريكهم في محاولة إرضاء رغبات شريكهم لدرجة أن ينسوا أن لديهم آراء واحتياجات خاصة بهم لتجنب علاقة أحادية الجانب يجب على شخصية الميزان المريحة تأكيد نفسها وتتحدث عندما لا يتفقون مع شريكهم ليس النزاع دائما أمرا سيئا وجود الخلافات يمكن أن يكون في الواقع صحيا النصيحة الخاصة لبرج العقرب عن الحب انظر إلى الجانب المشرق بمعنى شخصية العقرب تميل إلى رؤية الزجاج نصف فارغ ويمكن أن ينتهي هذا الموقف بتخريب علاقتهم بدلا من التمسك بالضغاء وإصدار نبوات تحقق الذات على العقرب محاولة التركيز على الإيجابيات نعم من المحتمل أن تسوء الأمور لكن العقرب لا يمكنه أبدا معرفة إمكانيات العلاقة ما لم يفتحوا أنفسهم للإمكانيات النصيحة الخاصة لبرج القوس عن الحب فكر قبل أن تأخذ قرارك بمعنى واحدة من أفضل الأشياء حول أشخاص القوس هي صدقهم لذلك بنظرهم يجب أن يكون الشريك صادق وصريح وإلا التخلص منه أمر وارد دون التفكير في العواجب عزيز القوس الحياة ليست مثالية كما تعتقد فكر قبل أي تصرف قد تندم عليه لاحقا النصيحة الخاصة لبرج الجدي عن الحب قبول ما هو غير متوقع بمعنى لا تسير الحياة دائما وفقا للخطة ولكن بالنسبة لشخصية الجدي فإن إخراج خطتهم عن مصارها هو نوع من الكوابيس عندما تسوق الأمور يكافح الجدي للتكيف مع التغيير وهذا يمكن أن يضع ضغطا كبيرا على علاقاتهم الرومانسية على الجدي التأقلم والتكيف وقبول ما هو غير متوقع وهذا سيجنبهم كثيرا من الإجهاد غير الضروري النصيحة الخاصة لبرج الدلو عن الحب تعلم الدهم والتعاطف بمعنى يتمتع شخصية الدلو بسمعة كونه عديم الإحساس وهذا لأنهم يقضون الكثير من الوقت في رؤوسهم لدرجة أنهم غالبا ما يفشلون في تسجيل عواطف شركائهم يميلون للبحث عن تفسير منطقي بدلا من تقديم الدعم بالنسبة إلى أشخاص الدلو نصيحتكم من علماء الأبراج يمكن أن يحدث تعلم الاستماع والتعاطف فرقا كبيرا النصيحة الخاصة لبرج الحود عن الحب أزل من خيالك النسخة الوردية لشريكك أشخاص الحود هم من الرومانسيين وهؤلاء الأفراد الحالمين لا يسعهم إلا أن يروا العالم من خلال نظرات وردية اللون خاصة أثناء النظر إلى شريكهم تحذير لجميع الحود لا تحاول أن يكون شريكك نسخة رومانسية من التي في خيالك وإلا ستنصدم بالواقع وترى دائما شريكك غير مثالي مما يؤثر على علاقتكما لا يمكنك السيطرة على العلاقة ولكن هل يمكن السيطرة على من أنت في تلك العراق التحسينات الصغيرة تحدث فرقا كبيرا قدر الإمكان استمع للنصائح